تنطلق غدا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي البطولة السابعة عشرة لكأس آسيا لكرة القدم لعام 2019 وهي منافسة ينظمها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم كل أربع سنوات بالنسبة للمنتخب اليمن لكرة القدم الذي يشارك ضمن 24 منتخبا فإن المشاركة ليست عادية كونها المرة الأولى التي يشارك في نهائيات هذه البطولة القارية غير أن اللافت أن الجهة المنظمة لهذه البطولة لم توجه دعوة رسمية لقيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري مصادر في الوزارة طلبت عدم الكشف عنها قالت لبلقيس إن عدم دعوة الوزير البكري ربما تعود إلى مواقفه السياسية الرافضة لسياسة الإمارات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن في نفس السياق وعلى سبيل الإقصاء أيضا كشف اتحاد اللجان الأولمبية العربية رفض السلطات الإماراتية منح تأشيرة رئيس الاتحاد العربي للجودون عمان شاهر كونه يمنية الجنسية وطلبت منه ترشيح شخص آخر وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي كانت الإمارات قد رفضت مشاركة المنتخب اليمني في بطولة كأس العالم للفروسية بأبو ظبي وفي بيان صدر حينها اتهمت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي الإماراتي للفروسية بتعمد إعاقة وعرقلة مشاركة منتخب الفروسية اليمن في بطولة كأس العالم بنسخته الثالثة على الرغم من المتابعة الحثيثة المبكرة واستكمال إرسال كل الوثائق المطلوبة انتقائية تفتح العديد من التساؤلات حول خلط الإمارات للسياسة بالرياضة كما يكشف تناقضا أخلاقيا عجيبا حول سماح الدولة الشقيقة لكل البعثات الرياضية الإسرائيلية بسلاسة لا تحظى بها منتخبات عربية كاليمن